تجددت الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي بين المحتجين المطالبين بالاصلاحات السياسية والمعيشية وقوات الامن في اقليم كردستان وقد عمد بعض المحتجين الى حرق بعض المقار الحزبية والدوائر الحكومية ما دعا قوات الامن الى فضل بعض من هذه الاحتجاجات بالقوة حركة تغيير من جانبها عقدت مؤتمرا استثنائيا لتدارس ما يحصل في الاقليم ملوحة بالانسحاب من حكومة الاقليم بحسب بعض قيادتها على ما اعتقد بان حركة تغيير سوف يذهب الى الانسحاب من الحكومة وتأيد المظاهرات السلمية من قبل الشعب بكامل قواه السياسية في الاقليم ونحن نعتقد بان الشعب قرره السليم في هذا الوقت لان الحزبين الحاكمين لم ينصعوا لهذه اللحظة للحلول المقدمة من قبل الاحزاب الحزب الديمقراطي الكردستاني اكد على مشروعية التظاهرات والاحتجاجات لكنه تساءل عن الحكمة من حرق المقر الحزبية والحكومية مشيرا الى خطورة وحساسية الوضع في الاقليم في المرحلة الحالية ما الفائدة من حرق المقرات والمؤسسات الحكومية؟ ممكن ان يطالبوا بما يريدون امام المباني الحكومية بصورة سلمية الوضع الآن حساس جدا اتمنى ان تكون الامور اكثر هدوءا وان تعالج بصورة ايجابية صحيح هناك ازمات سياسية واقتصادية وهناك تحديات اقليمية ودولية على الاقليم ارجو ان تعبر الازمة الى بر الامان مراقبون للشأن السياسي الكردي يرون ان تشضي الكتل السياسي الكردية جعلها تفتقد للرؤية الواضحة لما يحدث في الاقليم وعلى القيادات الكردية حل حالة الازمة وفق القانون مع الحكومة الاتحادية القيوة السياسية في اقليم كردستان هي بين وبين ساعة هي موجودة مع المواطن الكردي وساعة هي موجودة مع الحكومة والادارة بالنسبة للقوى السياسية التي كانت بالامس قوى السياسية معارضة في اقليم كردستان عليهم ان يأخذوا موقفا جدا تجاه الوضع القائم في اقليم كردستان وليد الشيخ الحرة